موسيقى موسيقى نواصل من مجمع كفر نحوم حتى نحكي عن أهمية كفر نحوم ليس فقط أهمية كفر نحوم في أيام المسيح ولكن في هذه الفقرة سأتكلم عن أهمية كفر نحوم للمسيح طبعا في عدة أسباب في هذا المكان أولا المسيح يعني اعتبر هذه البلدة مهمة جدا ترك الناصر وجاء وسكن في كفر نحوم قضى في هذه البلدة على الأقل سنة ونص وكانت تعتبر موطنه الثاني أو بلده الثاني في الكتاب المقدس مكتوب سميت مدينته أي مدينة المسيح وعلى الأرجح سكن في بيت بطرس طبعا واحد من الاكتشافات المهمة الكبيرة ببيت بطرس وين كمان الرب يسوع شفى حماة بطرس من الحمى شيء ثاني أهمية كفر نحوم أنه أصبحت كفر نحوم مركز إرسالية المسيح كما أنطاقيا سوريا أصبحت مركز الإرساليات بعد أورشاليم مركز إرساليات بولوس الرسول وانتشرت الرسالة إلى أوروبا وإلى آسيا وهكذا كفر نحوم أصبحت المحور أصبحت المركز مركز الإرسالية مش بس لأنه كمان هي على الطريق الرئيسي القديم ولكن تحركات المسيح للمدن والقرى المجاورة في حول بحيرة طبرية مكتوب كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم يكرز ببشارة الملكوت وكان أيضا يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وكان يصنع خير كما مكتوب عنه وكان يخرج الأرواح الشريرة هذه التحركات اللي بتتكلم عن خدمات المسيح الخمس بعيدها مرة تانية كان يعلم في المجامع اتنين كان يكرز ببشارة الملكوت تلاتي كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب أربعة كان يخرج الأرواح الشريرة يعني خدمة تحرير من القيود ومن العبودية وأخيرا خدمة صنع الخير اهتم بإحتياجات الناس لأنه من هذا المكان الطابغة مش بعيد كتير أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين أيضا فإذن هذه المنطقة صارت مركز إرسالية إسرائيل كان ينبغي أن يكون نور للأمم وأيضا جاء إلى خراف إسرائيل الضالة فهذه المنطقة بتجمع اليهود والأمم فكان شيء مهم جدا بالنسبة ليسوع تعتبر مركز محور إرساليته عدا عن ذلك من هذه المنطقة الناس شافت أقوى معجزات المسيح مكتوب فشفاهم جميعا مش بس صنع المعجزات الخارقة ولكن سمعوا أقوى بل أجمل تعليم المسيح ما كان مش بعيد كتير من هون جبل التطويبات عزت يسوع المسيح دستور الملكوت في إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع هذه المنطقة كفر نحوم إلها أهمية كبرى لأنها أصبحت مسرح الأحداث مسرح الخدمة ومكتوب إنه كانت المناطق مزدحمة تزدحم حول يسوع المسيح واحد من المعجزات جاءوا بمفلوج وبسبب ازدحام المنطقة دلوا من الصقف وهذا اندل على شيء بدل على أهمية المكان فكانوا يأتون من كل مكان حتى يسمعوا وأيضا يشوفوا المعجزات جاءوا من الديكابوليس من الجهة الشرقية الأردن المدن العشرة جاءوا من سور وصيدة جاءوا من سوريا من الجليل وجاءوا من اليهودية ومن أورشاليم من أماكن عديدة حتى يسمعوا ويشوفوا معجزات يسوع المسيح هذه المنطقة شهدت أقوى معجزات المسيح وأجمل تعليم المسيح شيء آخر كفر نحوم تعتبر بلدة خمس عمالقة من الإيمان خمس من تلميذ يسوع المسيح على الأقل لربما يكون أكثر لكن معظم التلميذ من الجليل من هذه المناطق هذه المنطقة دعا فيها بطرس وأخوه أندراوس يحنى الحبيب وأخوه يعقوب في هذا المكان كان واحد اسمه متة أو لاوي كان بيجمع الدرايب يعني كان عشار بيجمع الدرايب لصالح الرمان ولما شافوا يسوع قال له اتبعني ترك كل شيء وتابع يسوع المسيح فإذن لها أهمية كبرى أنه أصبحت وطن المسيح بلد تلميذ المسيح ودعوة تلميذ المسيح اللي أصبحوا رسل يسوع المسيح وأيضا إرسالية المسيح ومسرح خدمة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر